حتى قبل الإعلان الرسمي عن النتائج قرر الإطار التنسيقي الشيعي رفضها بالكامل مع التذكير بأن هذا الإطار يضم كل من عمار الحكيم ونوري المالكي وهدي العامري وحيدر العبادي وقيس الخزعلي وفالح الفياض وهمام حمودي وأحمد الأسدي وعبد الحسين الموسوي إلا أن الكتلة الفائزة في الانتخابات بدأت بالفعل تشكيل لجان تفاوضية من أجل تشكيل الحكومة غير أن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري هو الوحيد الذي لم يشكل لجنة للتفاوض وما زال يلجأ إلى خطاب التصعيد والتهديد ضد مفاوضية الانتخابات بعد هزيمته غير المتوقعة في هذه الانتخابات في النتائج الأولية كان واضحا التفاوض الكبير بين الكتلة الصدرية وباقي الأحزاب والكتلة الشيعية لكن المفاجأة التي وصل إليها الصدر هو الصعود الذي بدأ غير متوقع لإتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الذي يبحث الآن عن إمكانية منافسة الصدر على الكتلة الأكبر التي تكلف بتشكيل الحكومة هذا الانقسام الشيعي داخل العراق عزز الموقف التفاوضي للعرب السنة والكرد رغم أن أوزان كتلهم شهدت هي الأخرى تفاوضا يمكن أن يسهل في النهاية إمكانية حسم منصبي رئيسي الجمهورية والبرلمان خلال جولات تشكيل الحكومة فعلى صعيد الكتلة السنية أصبحت حضوظ محمد الحلبوسي زعيم تحالف تقدم في العودة إلى رئاسة البرلمان أصبحت قوية وكرديا لا يختلف الأمر كثيرا لا سيما بعد النتائج التي حققها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني حيث جاء في المرتبة الأولى كرديا في الوقت الذي تبدو مفاوضات برزاني على حصص وزارية مع المالكي أو الصدر مؤكدة إلا أن منصب رئاسة الجمهورية لن يكون مماثلا مع أسرار الاتحاد الوطني الكردستاني على ترشيح الرئيس الحالي برهم صالح لولاية ثانية على كل مواقف المقربين من المالكي تؤكد الشروع في تفاهمات لتشكيل الكتلة الأكبر هذه الكتلة التي لم تحسم المحكمة الاتحادية الجدل بشأنها وهنا تعود الأنظار إلى المحكمة الاتحادية مجددا للبت بالخلاف الدستوري وبالانتخابات مع ظهور عدة تفسيرات للمادتين الخامسة والأربعين والسادسة والسبعين المعنيتين بالكتلة الأكبر